يومينا سنة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انا ياسر براك واليوم ان شاء الله راح نتكلم عن احد اهم وافضل واقوى الانيميات الكوميدية واحد عمدتها لذلك خلونا نبدأ الانيمي اللي راح نتكلم عنه اليوم هو انيمي جي تي او او انيمي جريت تيتشار اونيزكا اكيد الاغلب قد سمعنا على هذا الانيمي الكوميدي القوي جي تي او من انتاج السيديو بيروت واللي انتاج لنا انيميات معروفة وقوية مثل انيمي ناروتو شي بودن بليزباب توكيو غول ولا ننسى انيمي بليتش وطبعا في رابط مشترك بين كل هذه الانيميات اتوقع لكلي عرفة عادة حلقات الانيمي ثلاثة واربعين حلقة وهو من انتاج عام 1999 فالصنيف الانيمي كوميدي دراما مدرسي شنن وشريحة من الحياة قصة الانيمي تتكلم عن اونيزكا ايكيتي ولا يصبح معلم من اجل الهداف المنحارفة يبدأ اونيزكا عامله كمعلم في مدرسة الغابة المقدسة ومن ثم يتم تعيينه على الفصل وهذا الفصل معروف عن انه يهرب المدرسين واي معلم سبق وجاء للفصل هذا ترك الفصل بسبب الافعال والمشاغبات والخدع اللي يستخدمونها الطلاب مع المعلمين طبعا السبب ان كان الطلاب حدث لهم حادثة في السابق جعلتهم يكرهون المعلمين طبعا اونيزكا بيستخدم عليهم طريقته ويتعامل معهم بطرق غير تقليدية على طريقته الخاصة وهذه هي قصة الانمي طبعا اونيزكا شخصيته خرافية صراحة يعني للي تابعوا انميات كوميدية مثل جينتما او سكيدانس انمي جيتي او بطل وشخصية اونيزكا صراحة لوحدها خرافية يعني اذا كان فيه مصرح عامي يليق عليه كلمة تمحشش لا واكثر باته صراحة يعني الطرق الكوميدية اللي يستخدمها غير يعني صراحة شخصية شخصية من افضل شخصيات الانمي اللي مارت عليه طبعا الانمي ذو ايجابيات كثيرة مثل القصة كذلك الانتاج في ذلك الوقت يعني في عام 1999 بالذات ومن استيديو بيروت يعني المفترض ان يكون العمل شوي نازب سببنا قديم لكن الان استيديو بيروت في ذلك الوقت في عام 1999 سوالنا انمي صراحة خطير يعني كان الرسم بطل من شلبيت الانمي صراحة هي الفلارات واللي هي ثمان حلقات في الانمي لكن مواقعهم بالعربي غلط يعني لو كانت يعني في وسط الانمي في بداية الانمي وممكن لكن للأسف الفلارات كانت في نهاية الانمي خلونا نتكلم عن المانقا شوي مؤلف المانقا هو فجي ساوتورو هني صراحة يعني يألف مانقا قوية مثل مانقا جي تي او يعني حصلت على جائزة كودو ناشا لأفضل مانقا شنن في ذلك الوقت غير ذلك بسبب شهرة المانقا حصلت المانقا على الكثير الكثير من الانتاجات مثل الانمي وكذلك حصلت على مسلسل في عام 1998 تحت اسم كريتيتشار اونيزكا ولي حصل على 12 حلقة وكان من أفضل وأنجح المسلسلات في ذلك الوقت كذلك بعدها في سنة في عام 1999 حصل على فيلم حي وفي عام 2012 كذلك حصل على المسلسل بشكل جديد بانتاج جديد وكان صراحة من أفضل المسلسلات تبعت وكان خرافي وحصل على موسم ثاني في عام 2014 كذلك حصل على أربعة حلقات خاصة في تحدث عن اونيزكا وهو في تايوان انمي جي تي او او جي تي او بشكل عام كانمي سواء او كمانقا او كمسلسل صراحة كانت خرافية العمل كان جبار في كل شي في الانمي او في المسلسل او في الافلام او في المانقا ختاما عطنا رأيك عن انمي جي تي او بشكل خاص وعن سلسلة جي تي او بشكل عام وهل يعجبتك ام لا انا ياسر البراك ولا تنسوا اللاعك وسبسكرايب ونشوفكم